السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 والساعة حوالي العاشرة والنصف بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر على صفحتين فيسبوك وربما أيضا قناتي اليوتيوب السغيرتين عزفلون إخواني كان اليوم ربما أهم شيء إضافة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي قامت في بعض العاصمة الغربية وطبعا مسيرات أيضا ليلية في بعض المناطق المحيطة بالعاصمة كان الحديث كل حديث اليوم والشعور بالغضب الشديد مما حدث لإخواتنا أمس في المنطقة الغربية وهران كلمسان سيد بالعباس ومدن أخرى بحيث أن الجنيرال صواب الجنيرال مرجور قائد من ناحية العسكرية الثانية وصهب القايد الصالح زوج البنته أعطى تعليمات لتأديب أهل الغرب لفصل أهل الغرب لأنهم كانوا خدموا على الغرب منذ البداية على أن الغرب يجب أن يبقى الغرب الجنوب يجب أن يبقى مفتت بعيد عن الثورة كانوا مرات نجحوا كانوا مرات لا يخرج إلا مئات في وهران أو في بالعباس أو في مستغانم أو في تلمسان في البداية كانوا نجحوا لكن مع الأيام عاد الأحرار نظموا أنفسهم وعودوا رطب أمورهم وإذا بالمظاهرات مرت مظاهرات في وهران بعشرات الألاف ربما واحدة منهم تجاوزت المئة وخمسين ألف أو مئتي ألف فطبعا هذاك أرعب الزبانية أرعب مفتاح صواب وخلاه يبان وكأنه في عيون الجايد صالح أنه لا يمسك الناحية الثانية بشكل كما يجب لا يمسك المنطقة الغربية ولذلك كان أمس هو تأديب لوهارنا وسكان الغرب عموما تأديبهم وفصلهم وقطحهم عن إخوانهم في المناطق الأخرى لماذا؟ لأن استراتيجيتهم اللي يخدموا عليها واتصالاتهم عن الخارج أن يحبوا يقولوا بأن المنطقة اللي في الحقيقة رأي دائرة هذه المشاكل هي منطقة القبيل والمدن المجاورة بها بطبيعة حال تتأثر بها والدليل دليل المنطقة الغربية هادئة مع النظام والجنوب هادئ مع النظام طبعا حتى بالجنوب لم ينجحوا ولذلك كان عندهم غضب شديد جدا من واتسوف بعثوا بالحنوش انتاحهم بعثوا بعملاءهم بعثوا بمن يسمى هذي يسمى يروحوا دكتور والاخر مش عارف يسمى يروحوا كلهم باش يكسروا الحراك في الواد لكن كان الحراك كل مرة يشتعل أكثر طبعا كانوا داروا مسيراتهم كما شفتوهم كان كل مرة يتحرك أكثر ويشتغلوا على الجنوب بشكل رهيب مرات كانوا ينجحوا بحيث لا يخرج إلا عشرات أو مئات من الأشخاص وفي غالب المرات كانوا يفشلوا لكن بالنسبة لقايد صالح وينسيبو ومفتاح صواب كانت الاستراتيجية بالنسبة لوهران مهمة جدا لماذا وهران مهمة جدا ليس فقط لفصلها باعتبار أنها سكانه عرب يعني والآن هي الشيطان الأمن للزواف وبالتالي يجب أن تتحرك هم الزواف لكي نخضعوا بعض الناس في الداخل وكي نخص على الخارج والخارج عندما تقول الإسبانيين أو الإيطاليين أو الفرنسيين هم يعرفوا لكن يحبوا يسمعوا الكذب أقولل أسميا نرى لديكم كما عندكم التومان ، وعندكم الباسك وعندكم كتالونيا وعندكم ما اعرف بالنسبة للإيطاليين تقولون عندكم نورث ليجا وعندكم الفرنسيين بالنسبة للبريطانيين تقولون عندكم سكوتش والنورث عيريش والنورث عيرلند فالناس تتفهم كل الدول تخشى من الانفصال ومن الحركات الانفصالية الدول في الغالب وانظمة في الغالب تتأثر وتتحسس جدا لأي شيء فيه حاجة انفصالي أو إرهابي كما يسمونها يعني أي جماعة مسلحة الحكومات القائمة دائما تحاربها وتجتمع على محاربتها في الغالب إلا إذا كانت تستخدمها لمصلحتها والحركات الانفصالية أيضا الحكومات تتعاون على قمح مثلا في أوروبا كل الحكومات القائمة في أوروبا متفقة على قمع الحركات الانفصالية في أوروبا ولذلك حتى الاتحاد الأوروبي مثلا وقف مع إسبانيا وهي تقمع في وفي الكاترون برسلونة وعاصمتها برسلونة فبيع القضية هذه المرة أساسا طبعا كارتة الإرهاب تقريبا حرقت بقيت في حدود ضيقة كارتة الجماعات الإسلامية داعش اختفت قبل خمس سنوات كانت الأخبار كلها داعش 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 قبل خمسة عشر سنة في الجزائر كانت كلها جية جية أو عشرين سنة 25 سنة جية جية فالكارتة الإسلامية احترقت إلى حد كمير ما زل يستخدموها كارتة العنف الإسلامي أو الإرهاب الإسلامي كما يسمونها هو الإسلام بريء من أي عنف أو من أي إرهاب إذن قتلوا الكارتة انتاع الانفصالية انتاع الزواب انتاع استخدموها فكان من الهدف الرئيسي فصل الجنوب وفصل الغرب لأنها ذو بينين مناطق عربية يعني ما خلاص إذن العرب موش ماشي اللي ماشي يشكون قبائل وهذا الشيطنة هي اللي مرت ولكن عندما تحرك أهل الجنوب وتحرك خاصة أهل الغرب تلمسان مثلاً كانت فيها مباهرات عارمة الخميس والجمعة والأيام أيضاً اللي مضت كانوا يعتقدون أن تلمسان ستبقى لأنها كانوا يصوروها على الناس أنها عاصمة نظام الحكم تلمسان أبعد ما تكون كمدينة عن هؤلاء لأن حتى هؤلاء يأتون من قرى محايدة أو بلديات محاذية التي تلمسان في الغالب وحتى هذه البلديات وهذه القرى تتبرأ من اللصوص ومن المجرمين واللي يعرف حقيقة المنطقة الغربية الآن مع غلق الحدود مع المغرب والمعاناة لتعانيه خاصة المدن مع الحدود معاناة شديدة جداً إذن قلت كانت هذا الهدف والإضافة إلى هذا كان بالنسبة لمفتاح صواب نسيب القايد قايد ناحي العسكرية الثانية كان يريد أن يظهر للقايد بأنه قادر على تولي منصب أعلى الآن في هذه الأيام وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات يجري الصراع كبير لأنهم لابد من إحداث تغييرات في الهيكلية العسكرية قايد صالح غير في كلش غير في السفراء غير في الولاد غير في القوضات غير في الوزراء غير في كلش ودخل الناس للحبس لكن الآن طبعاً باش تبوني يحبي يظهر دولة الحنوشة اللي من الخلف اللي حطت لواجهها الآن تبون يحب تظهر وكانها تقدم بعض التنازلات فليس مستبعد أن مثلاً القايد الصالح يروح الريترات يقول له لو روح الريترات طبعاً القايد الصالح الآن مبالغ هائلة في البنوك في كل مكان أراضي، ذهب، بلات، هو أولاد وشركات ليس لها وصف نهار اللي طاح قايد الصالح ويبدأوا يجمعوا في المنهب هو وأولاده راح نشوفوا العجب، العجب ترى هو أولاده وأصهاره يعني اللي ماشيين معاه فليس مستبعد الآن أن يتم إما تعيين القايد الصالح وزير للدفاع في الحكومة هذه اللي يقولوها وبالتالي لا يستطيع أن يكون وزير للدفاع وقايد للأركان لا يستطيع لا يستطيع أن يكون وزير للدفاع وقايد للأركان فهو سيخسر قيادة الأركان أو ربما هو مع التعب والمرض وتسعة شهر ونص تعب شيبوه الجزائريين بكلمة عن الكلمة ربما يطلب حتى بشيره عمره ثمانين سنة إلى آخر ربما يطلب بشيره إذن عندنا الآن على الأقل منصب قايد الأركان سيكون فارغ اللي راح شده الآن لقايد صالح إذا راح وزير الدفاع لابد من تعيين رئيس أركان أخر وإذا ترك منصب نائب وزير الدفاع اللي راح الآن ورئاسة الأركان فمعناها منصبين فارغين طيب هو القايد صالح لابد من أن يضمن أن رحيله ما يسرلوش من بعد يبدوا يفتشوا منوراه ويجوه لازم يحط ناس يعضى منهم تماماً كما دار مثلاً النزار في 93 93 استقال نزار كان عنده أمراض ثم كان تركيز عليه بشدة باعتباره هو رمز الهمجية رمز القتل رمز الإنقلاب رمز فحب يدخل شوية للخلف ما كان لازم يدير؟ كان لازم يضع الناس اللي يتق فيهم من بين الناس اللي يتق فيهم أساساً محمد العماري توفيق اسماعيل العماري محمد تواتي وهكذا مجموعة ورح هو للخلف كان هو يدير كل شيء يعجبك فيه مذكرات وعندما يكتب مذكرات كتب الكتب يقول حتى كيف عين زروال مثلاً ما كان عنده حتى منصب لكن هو لي عين زروال وما كان عنده حتى منصب لكن هو العبدور الرئيسي في تعيين بوتفريقة في 99 يعني كان وزير الدفاع السابق فالجايد الصالح يريد أن يفعل نفس الشيء يتوارى إلى الخلف يا إما يدي وزير الدفاع مباشرة وبالتالي وإن كان أنا هذه الآن يعني فيها وعليها والأرجح أن يتوارى إلى الخلف ويجعل المناسب انتعه ويحرك الأمور هو من الخلف يحتاج يضع ناس مهمين قريبين أقرب جنرال له هو المزوج بنته هو مفتاح صواب ومفتاح صواب لكي يثبت للجنرالات الآخرين أنه ممسك المنطقة ومخضحها المنطقة الغربية وباش أيضا تبان بأن المناطق اللي راي تتحرك هي منطقة الأمازيغ شوية منها شاوية والأغلبية قبائل لأن الشاوية أخواننا ثاني راهم قلب الحراك وهذا ثاني أزعجهم بشدة طبعا حطولهم بنفليس شوية ثم باش يمشوا بالوقت ها وبنفليس راح أطاولوا 10% كان يهمون يجيب أكثر من 10% باش يخلصوا له الفواتير نتاعوا باش يرجعون للفلوس اللي يصرفها الباقي كلها كانت بالنسبة ليه روح مثل في هاد المهزلة وما نجيبولك ملف الخليفة ونسكتو عليك في ملف مقتل الربيع الأسود وإلى آخر عنده وعنده وملفات الفساد معبود في اللقاء إلى آخر إذا باش نعودوه فصواب كان يريد أن يثبت للقايد صالح وللجنرالات الآخرين متنافس معهم خاصة شنغريحة لشخم عمار عمراني بوعز وسيني محمد قايدي واجنات آخرين كان يجب أن يثبت بأنه مسيطر على المنطقة ولذلك جاء القمع رهيب أمس في وهران وأيضا في مدن أخرى خاصة نتلمسانو بالعباس ماذا يطمع مفتح صواب يطمع في قايد الأركان وإذا لم يطمع في قايد القوات البرية هذه الأيام شنغريحة الغاذب منه وعلى الأرجح يطيح به قبل أن يذهب قبل أن يرحل سيطيح بشنغريح على الأرجح ويكون المنصب بتاع قايد القوات البرية إما عمار عمراني وإما مفتاح صواب ويفضل مفتاح صواب عمار عمراني أيضا هذا قايد القوات الدفاع الجوي هذا أيضا من المقربين لله إذا يريد أن يهندس الوضع العسكري قبل أن يختفي طبعا نقول القايد صارح يريد أن يهندس هو محدود في كل شيء وعنده برك شوية الذكاء الطبيعي بصح ما عداه محدود في الفهم محدود في أشياء كثيرة لكن عنده مرة مرة يعرف لأنه نتيجة اللي بقاءه في هذا الحكم الآن عنده ستين سنة تقريبا فعارف كيف تراتق وخي النفاق وواحد يحكي بواحد وواحد يشكي بواحد وواحد يحفر الحفرة الخوة يعرف هذا الحواجي يعرفها مليح نخبث المكر الساعد في تلك الأجواء المتعفنة على صراعات السلطة الفوق سواء المدنية أو العسكرية إذن إخوان إحنا كيف نرد حبيت أحطكم في الصورة انتع الصراعات اللي رهي قايمة وماذا يريد الجيد صالح لنسيبه مفتاح صواب علينا رفع صور هذا مفتاح صواب والكتاب عليها مجرم ومفسد هذا هذا مفتاح صواب طبعا كان من القتلة في تسعينات لكن فترة هذه اللي اتهمنا هي القريبة مننا الآن واللي الناس رهي هي الثورة القائمة الآن مفسد مجرم هذه كلها معروفة عليه تخذوا صور وكتبوا هالو وقررواه باش يقول لي كي روح يشري والأختي الآن كي كان يخر من الناس ما تعرفوش يلبس الليباس مرة يحطي يلبس قنار على الغرب أو يلبس كاسكيتا أو يروح رأي دور مرة يدخل ممكن الاسطاد يعني فالآن لازم صور تظهر في كل الجزائر يجب أن يكون تضامننا كاملا مع المنطقة الغربية والحمد لله اليوم ظهرت كتابات كثيرة في مناطق كثيرة خاصة منطقة القبيل تتضامن مع المنطقة الغربية ومع وهران وأنا اقترحت أن تكون هناك مسيرة ضخمة يوم ثلاثة خاصة من المناطق الغربية تذهب كلها إلى وهران بالمناسبة هذا يعيد في الاعتبار لوهران وهران هي الثاني أهم وأكبر مدينة في البلاد لكن كانوا دائما أحبوا يديرها سامحوني أي كلمة هذه شطيح وربيح وكبرياته وفساده أحبوا دائما يقدموها هكذا هذه الصورة التي كانوا يقدموا فيها وهران مع أن وهران لها تاريخ عميق في المعارك خاصة مع الإسبان ومعهم المهم أن الجمعة تكون هي المسيرة الأضخم وطبعا العاصمة دائما يجب أن يبقى فيها الضغط الرهيب عندنا العاصمة وعندنا وهران وأيضا في الشرق لمن لا يذهب لا للعاصمة لا إلى وهران جيد جيد عنابة وقصنطينة المهم عنابة مهمة لأنها مقر جيد صالح وأبناءه وفضحوهم إخواني في كل مكان باليوتيوب والفيسبوك بكل الأسليب والطبق دعوني نرجع لكم نقطتين أو ثلاثة أهمها هي الرد على ما قالوا أمس خديم الجنرالات دعوني نسموه خديم الجنرالات مباشرة أمور واضحة كنتكلموا عليه إذا قلنا خديم الجنرالات المعين من طرفهم هو هذا تبون قبل ما نتكلم عليه ونرد عليه اليوم طبعا تفاودت قال لك لنش عارف أمريكا قالت راه مع تبون الصحراء الغربية قال لك راه مع تبون تع فلسطين هذاك الميليشيا في رام الله قال لك راه يبارك التبون الثورة الإسلامية كما يسموه رواحهم في إيران قال لك راه هم يباركوا لي تبون إسبانيا إيطاليا كل يبارك لي تبون لماذا هذا التساري وحتى الخصوص بارحكيت لكم متاع الإمارات متاع القطر اللي هما في حرب شعواء متاع السعودية في حرب لا تنتهي قال لهم باركوا لي تبون لماذا هذه الدول حتى المختلفة والمتصارع تسارعت إلى التبريك هم عارفين يشوفون في الناس عندهم قريب عشر شهر الجزائرين وهم يخرجون بالملايين كل جمعة في مختلف المدن وأحيانا في العاصمة كانوا ملايين ولماذا هذا التهافت الدولي هذا التهافت الدولي لأن هذه الأنظمة كل واحد بحساباته الخاصة يريد أن تظل الجزائر ضعيفة تظل الجزائر لأنهم معرفين القوة تحت البلاد وعرفين الإمكانيات البروتانسيال تحتها فهم جزائر ضعيفة هذه مطلوبة في كل عالم الآن فيه دول تريدها مش فقط ضعيفة ضعيفة وفوضى عارمة وهذه مثلاً مثل الإمارات مثل السعودية تريد جزائر فوضى أيضاً إضافة إلى ضعيفة بالنسبة للدول مثل إسبانيا إيطاليا فرنسا تريدها ضعيفة ولكن ما فيهاش فوضى لأنهم الفوضى يعني أن الجزائرين يروح للضفة الأخرى مثلاً هذه إسبانيا لماذا سارعت إسبانيا البارح قبل أي دولة غربية فيما أعتقد سارعت إلى تهنئة الأخديم الجنيرالات لماذا؟ لأن إسبانيا تريد أن ينتقل لها أموالنا لكن لا تريد أن ينتقل لها عبادنا تريد أن ينتقل لها الأموال المهربة أموالنا ملايير يروات وربما بعد السنين تريد أن ينتقل لها عشر مليار وعشر مليار يورو لما سأذهب إلى إسبانيا و سأذهب إلى إسبانيا ما زال أكبر وجهة للتهريب الأموال الجزائرية بعد كين وجهتين كين الإمارات ثم إسبانيا طبعاً كين وجهات أخرى لكن الأكثر الإمارات وإسبانيا تبيض الأموال تهريب الأموال تعالجنيرات تعالوزارات تعالكبار قوضات تعالكبار سوفراء تعالكبار تجار النهب كلهم يمتلكون أملاك أو أغلبيتهم العظمى يمتلكون أملاك في إسبانيا وإليها يهربوا الأموال فإسبانيا ماذا تريد؟ جزائر ضعيفة لا تزعجها في البحر المتوسط لا تتدخل في إدارة الصراع الدولي في البحر المتوسط تبقى إسبانيا تنهب الجزائر ببعض شركاتها والأهم أن يبقى أموال الجزائرين ترحل إلى إسبانيا وماذا بها؟ تبقى الحكومة القائمة النظام القائم العصابة القائمة بعبارة أدق تشرف على أن الحرقة ما تكونش كما ليبيا اليوم ليبيا كما راهي اليوم مثلا آلاف الحراغة تقريبا كل يوم لما كانش آلاف كمائة مع أن ليبيا بعيدة عن الإمارات بعيدة عن الإمارات ليبيا بعيدة عن أوروبا ليبيا بعيدة عن أوروبا أما الجزائر فإنها من جهة إيطاليا أقل من 203 كيلو من جهة إسبانيا 203 كيلو 203 كيلو يعني حتى اللي يعرفوا بعض الطرق اللي يختصروها أحيانا ربما تكون أقل من 200 كم ولذلك يريدون أن يظل الشعب أسير محتل أنا الآن أقول كلمة محتل وأنا متأكد الشعب الجزائر يقول الجنيرو على فوبين الجزائر تدي الاستقلال ما فيش شعب ينادي بالاستقلال إلا إذا شعر بأنه مستعمر ما فيش شعب يرفع شعارات الاستقلال إلا إذا شعر أنه مستعمر نعم الجزائر مستعمرة مستعمرة من كمشة جنيرالات لبدل من أن يكون وجه الجيش لخدمة الوطن والدفاع عن البلاد ولخدمة المجتمع اختطفوا الجيش وبه خوفوا شعب وههم قلت لكم مريت على وهرن نرجع فقط باسد جزء من اللي قمعوا إخواننا جزء من اللي قمعوا إخواننا في وهرن كما إخواننا في المنطقة القبائل هي قوات خاصة ليس عسكريين عاديين ليس جنود عاديين ليس قلوبهم معنا ونفسهم معنا ليس مشكلة ليس قوات خاصة ليس قوات خاصة وكأنها قوات مرتزقة ليس أي قوات خاصة حتى في قوات الخاصة كانت الكثير من الشرافاء اللي لم يقوموا بالقمع يعني وتعلموا من التسعينات إلى آخر خاصة لأن الشعب ليس سالم لماذا العصابة مجنونة ومخليتها أنها يقول لك أن الشرطة مخترقة الدرك مخترق ما معنى مخترق بالنسبة لهم كان كثير من الشرطة والدرك متعاطفين مع الشعب لتعرفوا لماذا السلمية السلمية حتى هذا الشرطة اللي مرات كان يأتي سبدك ولا يضربك كي يروح ويعاودي حاسب روحه شوية يعرف بأن أنت كنت مسالم وهو كان عنيف أنت كنت تقوله الحرية الاستقلال يا البوليسية عاونونا على الاستقلال وهو كان يضرب فيك فهذه أثرت فيهم وأثرت في كثيرين ولذلك شفتوهم في منطقة القبائل اللي كانوا ينسحبوا من بعض الاماكن كانوا يبكوا في العاصمة أيضا مرات كانوا يبكوا كانوا ينصور شرطة يبكي لأنه شاعر بأنه يؤدي في مهمة قادرة فهو هدفهم 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 هذه نوضيفها فقط لنقطة التحليل اللي كنتم تقول فيها اليوم تقسيم ما بين الشرطة والشعر ولذلك جاءوا قوات خاصة لبسوها لباس الشرطة ويروحوا ضرب في منطقة القبائل وفي الغرب وفي العاصمة أيضا أمس وأول أمس كان هناك أيضا قهر رهيب لأنه ليس أحبين الآن حبيني قسمه هذا الشرطة والدرك اللي رح متعاطف معاك حبيني يوروه بأن هذا الشعب عدو لكن ما دمنا مسالمين وسلميين فالشرطة والدرك سيبقى دائما في أغلبيتهم الغالبة معنا وهذا مهم جدا في المعرك شو يا أخواني أنا واحدة من أهم الاستراتيجيات اللي ركزت عليها منذ البداية هي السلمية المعركة وهذه هي اللي نوتراليزاتهم حييدتهم خلتهم في وضع حرش حبين الناس يكونوا عانفين حبين الناس يحرقوا يقتلوا يشعلوا النار حبينها مش قادرين حتى لما يجبوا بلطاجية ويديروهم سرعانا من الناس يقولوا هذا بلطاجية نعرفهم يصورهم من الناس يقولوا هذا ماشي من عندنا عارفينهم بلطاجية نستعرفهم فالورقة تحرق عندهم يعني حرقت فباش نرجع لماذا تسارع وتهافت هذه الحكومات حتى المتخاصة مثلا نفترضه شوف في أي تقريبا إيران مكان السعودية تكون ضدها وين تكون الإمارات قطر تكون ضدها لكن في الموضوع الجزائري كلهم مكان السعودية والتفقيين وكل هذا التهاني والمباركات جماعة فرنسا برك توخروا شوية خافوا من رد فعل شعبي قد يكون غاضب جدا والجزائريين شافوهم لما كانوا محاصرين القنصليات وشافوهم في أول نوفمبر وشافوهم في هذه تسعة أشهر ونصف الجزائريين تظاهرون في فرنسا يعني خاصة في عدة مدن ولكن خاصة في باريس فالفرنسيين هم شوية وبعدين بشيضغطوا عليهم أيضا وقدمونهم تنازلات أكبر ومعارفينهما قال قبل ثلاث أسابيع بأن المغرب يجب أن تبقى للحدود مغلقة المغرب عدو المغرب عدو شعبنا في المغرب اللي إحنا وياهم شعب واحد وحدود تفصلنا هذا عدو وصح لما سألوا على فرنسا قال من فرنسا دولة كبيرة ودولة عظيمة ولازم تكون لدينا علاقات معها ومع ذلك مرضوش عليها رئيس فرنسا وفرنسا مرضوش عليها لكي يضعونهم تحت العصارع تحت 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 لكي يضعون أكثر مصالح خاصة أنهم أعطوهم مصالح أضافية للصينيين والأمريكيين وأنا كنت قلت لكم لماذا أيضا الأمريكيين اليوم خرجين وقال لهم يهنوا في صحيح ربطوها وقال لك يجب أن نرى الشعب لكي يظهر لكن قال لك مستعدين للعمل يعني يمكنهم يتوقف لكي يعمل مع تببون أراهم متحمسين جدا لكي يعملوا مع تببون وكأن تببون هذا مش عارف أنا صاحب نظرية الذرة وصاحب نظرية الصعود إلى القمر أو رئيس غريفة بنيدالو وأصبح رئيس مثلا سلمانديلا على سبيل المثال لكي نذكره فقط المتأخرين لأن وتقدروا ترجعوا إلى ثلاث أسابيع من هذا اللايف أو أربعة أسابيع تقريبا وإن حكيت لكم مطولا 24 دقيقة يومها عن الوفد الأمريكي اللي جاء ووقع اتفاقيات ثم راح الجنرال بشار ووضعت صورته ووضع ناوش وقعه إلى الأمريكيين حتى لما قالوا لهم قالوا لهم من أجل لا سيكيريتي إلى بروس بيريتي قلتنا للبيان الفرنسوي للا ريشيوم لا سيكيريتي لا بروس بيريتي حطوا 36 خط على لا سيكيريتي أمريكا الدول الغربية تريدنا قبل كل شيء أن نضمن أمن أمنهم يريدون ما اطلقت عليها قبل عشر سنوات يمكن الاستقرار الاستعماري بمعنى أن دولنا وبلداننا وشعوبنا تكون ضعيفة مستضعفة منهوبة يحكمها الفساد والطغيان يحكمها الرداء والبشعة الصح الأهم أن تكون أسواق مفتوحة خزائن مفتوحة أجواء مفتوحة وأن تكون جيوشنا عصر لما يسمونها الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب هذه فيها جزء صحيح لكن الأغلبية العظمى منه استخدمة لإعادة إخضاع الشعوب وترهيب الشعوب وحيانا حتى في الشعوب الغربية لأنه يقولون أننا إرهابيين جايين وانت تشوفوا رداش كانت تدير قنبلة هنا قنبلة لهي قنبلة فطبيعة الحال هذا المواطن الغربي يخاف على يموت فيتسامح مع دوله في سياسات وفي النومي ينقصوا من نوع من الحريات وباسم الحرب على الإرهاب والذي يرعب لهم دور كبير في هذه هي هذا السيسي جماعتنا جماعة الإمارات جماعة السعودية هذم كلهم يرعبون لهم في الحرب على الإرهاب ولذلك الحمد لله أن هذه الثورة هذا الحراك المبارك الحقيقة سيكتب التاريخ أن لم تكن هناك جهة خارجية واحدة دولة واحدة حكومة واحدة كانت معها كان كلهم ضدوا في السر أو في العالم ومتواطئين عارفين أن تببون هذا جابوه كمشة من العسكر عارفين أن هذا العسكر مفسدين جدا مثلا السفير الأمريكي قبل عشر سنوات لما كتب على القيد صالح قال هذا أفسد عسكري في البلاد وهو قائد الجيش قائد الجيش هو أفسد عسكري في البلاد موجودة الوثائق الأمريكيين يعرفون آه فاسد أبقى وراك نحن نحتاجكم نحتاج المفسدين والفاسدين حتى نستطيع أن نتحكم فيهم ونخيفهم والذي يتحرك نجدونه الملف نجدونه هكذا ونجدونه الملف كما يتعامل تتعامل القوى الكبرى مع الكمشة العسكر اللي يحكمونا وشفنا أن بشار هذا بعثه القيد صالح على جناح السرعة بشيح يوقع لهم اتفاقية أخرى قبل عشرية وقبل عشرين يوم كالوثة الأمريكية أصلا في الجزائر كذلك كبار العسكر عندنا لازم لهم واجهة مدنية اللي يتحكموا فيها كما يتحكم الإنسان في الخاتم في الصبع وإذا عندك خاتم في الصبع تنحوه من هذا الأسبوع تبيره في الأسبوع الآخر تروح منيش عارفنا أزعجك تنق تحطه مرة تلبسه إذن الخاتم لا يتحكم في نفسه أنت الذي تتحكم فيه هذه هي الواجهة المدنية إنها خاتم إنها خاتم في يد كبير الجنرالات ومع الجنرالات الآخرين خلوني نرجع إلى بارح لأن طبعا القايد صالح اليوم كاتبين بأسمه برقية طويلة ويقول فيها شوفوا الشي يقول قال لك نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش رئيس لجنة هيئة الأركان العملاتية اليوم السبت بتهنئة قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رئيس لجنة هيئة الأركان العملاتية هذه وظيفة جديدة دوري نشوف فيها هذه لم تكن مش عارف هذه رئيس لجنة هيئة الأركان العملاتية لم تكن عنده هذا الوظيفة قيل أحب يزيد وظيفة قبل حتى ما يتعين الدمي أنتاو قال لك إذن قايد صالح اليوم قام بتهانيه لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تببول بالمناسبة كالمفروض ما يقوم بيسموه رئيس جمهورية ومنتخب حتى يؤدي القسم واحد ولن يؤدي القسم حتى يخرج المصادر ما يسمى بالمجلس الدستوري لكنهم لا هم تسرعين هم هم بسرعة بسرعة المهم خلينا البطل نخلصه رئيس الآن إذن فكل هذه التسمية خاطئة من ناحية القانونية قال لك معتبرا إياه الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة بلادنا الجزائر نحو مستقبل أفضل طبعا صنيع عن تاك صنيع عن تاك دعونا نشوفوا حاجة كانت قبل سنة كنت تحدثت عليها وحتى قبل سنتين دعونا نشوفوا ربما المساعد يكونوا بعتلي ربما هذه هي سمعيكم ورحمة الله أخواني ربما كنتم أحييكم الله نحن اليوم الثلاثاء أربعتاش وحديثي إليكم كتعليق سريع على تعيين أحمد أويحيا رئيسا للوزراء أو وزير الأول به عبارة دق قبل الساعات والإطاحة بعبد المجيد تببون المهم لأنه بعثوا لي الفيديو كامل والفيديو كامل طويل باش ما نعطلكمش في عشرين دقيقة ويزيد وكنت درته بالصوت فقط يومها كنت خارج خارج الأخر درته بالصوت في يومها قلت بأن هذا كان في 14 أوت 2017 يوم إيقال التببون وتعيين أويحيا في المنصب قلت بأنه في النهاية في الخلاصة في هذا 14 أوت 2017 أي حوالي سنتين ونصف الآن قلت أن الناتبون يتم تحذيره قيد الصالح سيحذره ليكون هو خليفة بوتفريقة إذا دعت الضرورة لذلك هذا رغم وجود يستطيع الناس إن شاء الله بعدين نحطوه على الموقع يستطيع الناس أن يلقاوه على صفحة الفيسبوك وهذا آخر هذا في 2018 هذا في 2018 أيضا نتحدث فيه هذا في في صيف 2018 ونتحدث فيها في جويل 2018 بدأ القايد صالح يستولي على كثير من المناصب الحساسة الداخل هرم السلطة العسكرية بحيث أنه اليوم نستطيع أن نقول من أنه أقوى عسكري في البلاد ومن أنه القوة ليست فقط في الوظيفة ليست فقط باعتباره نائب وزير الدفاع وباعتبار قائد الأركان ولكن القوة الفعلية قبل السنوات لم يكن كذلك هنا عرفوا عندما هاجموا الجنرال حسين بن حديد قال أن القايد صالح لا يحترم داخل الجيش ولا يسمع له الجنرالات إلا خوفا منه وليس في هذا الفيديو أيضا في جويلة 2018 أي سنة بعد الفيديو 2017 قلت فيه إذا لم تكن هناك عهدة خامسة في خلاصته تحدثت فيه كثير عن الأوضاع لكن في خلاصته قلت إذا لم تكن فيه عهدة خامسة فإن تبون سيكون الرئيس وطبعا في الفترة هذه الأخيرة حكيت معكم كثير وقلت أن تبون أو ميهوبي لماذا كنت نقول ميهوبي لأنه كان فيه تبون لكن القيد صالح في فترة معينة وكان أبو عز وسيني قنعه فقام القيد صالح طعمر بتوقيف اللي كان يمول في التبون بالمال راح في الحبس سيد أسموه ممكن الناس راح متفكرينه وأيضا استقال رئيس الحملة الانتخابية عبدالله بعلي واستقالوا آخرين وشفنا كثير من اللي كانوا معاه راحوا مع ميهوبي إلى آخره لماذا؟ لأن قيد صالح خلى الانطباع باللي ممكن يكون فيه تنافس وعندي الآن مصادر مؤكدة أنه حتى قبل يومي حتى يوم الخميس مساء يعني بعد نهاية المهزلة كان ما زال ما فصلوش هل يروحوا إلى دور ثاني ولا يخلوا يخلوا تبون يفوتوا وانتهى الموضوع طبعا اللي يحسم الأمر في النهاية ما بين الجنيرات وما مجموعة جنيرات متصارعين قاعد صاح قالهم لا لا خلونا من دور ثاني دور ثاني نزيدوا نقوة أسبوعين ولا ثلاثة وخلاص فوتونا تبون وكانوا يفوتو بـ 52% وبعد قال لهم لا لا 52% هذه ما أعطوه 60% فأعطوه 58% لكي لا تباني شوية مبالغ فيها على كلين فهذا بالنسبة لواحد متابع طبعا الشيء اللي قلتو ما هو فقط قراءة في الأحداث عندما تتابع جيدا متابع الأحداث الآن منذ ربع قرن ومش فقط متابع يعني وداخل في المعارة كما عند ليس ومنذ ربع قرن فعندما تكون عارف هكذا وتربط وتحلل تصل إلى هذه النتائج ولماذا أيضا تببون لأنه عنده مجموعة كبيرة من القضايا نهيك على أن نقدم خدمات قضايا فساد فجمعتنا الجنيراليت دائما يجب أن يكون الرئيس رئيس الوزراء الوزراء الولاد يجب أن يكون فسدين أغلبية العظمى يجب أن يكون فسدين وعندهم ملفات عليهم لكي لا يتحرك تتحرك يخرج الملف للأنترنت ومن بعد يخرج للقضاء تحبس تم الأمور أمس في حديث نعود نعلق قليلا على بعض ما قالوا أمس لأننا كانت جملة من الأكاذيب ومن الخداع سنعلق عليها قليلا يقول أنا مرشح المجتمع المدني بالأشياء التي قلقها قال أنا مرشح المجتمع المدني هل يحكي على مثلا المجتمع المدني باعتبار كرواز صنروج هلال الأحمر من حبيلس اللي راهم راه ينهب الهلال الأحمر هي وميزاب هذا اللي معاها وراهم الصينيين داخلين بشكل كبير عن طريقها هل يقصد بها هذي مثلا مجتمع مدني أم يقصد هذو كل اللي يسموهم مكافحة مجمعيات الحامل الإرهاب وضحايا الإرهاب اللي شفناهم كيفاش خرجوهم قبل أسبوع أو عشر أيام ككاشيريست أم يقصد كل المجموعات الطفيلية هذي اللي تتعشش وتاكل في أموال الشعب باعتبارها منظمات مجتمع مدني وعددهم كثير وهذي متع الأفلان ومنظمة النساء ومنظمة الشبيبة وكل المشامشية كما يقولون صحاب سطيف والكاشيريست والفرامجية يعني منش عارفو مجتمع مجتمع مدني يحكي عليه ما فيش مجتمع مدني ما فيش منظمة واحدة نعم عليلات هذا اللي كان ممول تعتبون السجن قاد ثلاث أسابيع وهذي اللي خلطت شوية الكاشيريست على فلان والأرن دي رح وكل عند مي هو تعتبو بعزا وسيني بالفعل وشفنا عن طريق قناة النهار كيفاش كان شن عليه حملة عنيفة جدا طبعا من قناة العار ما عنده مشكلة عاود انقلب وذلك راهو مع تبون وهو اللي كان شن عليه حملة عنيفة بطلب من بعزا وسيني المهم الحقيقة المجتمع المدني الحقيقي كين منظمات كين منظمات خيرية لكن ما عنداش علاقة بمجتمع المدني يتكلم عليه تبون مجتمع المدني يتكلم عليه تبون هما مجموعات يجيبوا بعضاهم ينشئوا منظمات وياكلوا الأموال بها أموال الشعب أموال الفقراء أموال مرة مرة يروحوا كما تعالت راسل روج مرة مرة يروحوا يمدوا شوية كوفيرتات هنا كوفيرتات وهي وكلوا شوية بدو وكلوا شوية الفقراء بالصح الماء أغلبية المال أغلبية الإمكانيات تروح ليهم هما لأصهارهم أنسابهم أصحابهم ولا يستفيد من المجتمع نهائيا نحن معناش مجتمع مدني يا خديم الجنرالات معناش معناش يا خادم الجنرالات وخديم الجنرالات مخيقة مجتمع مدني فتقول أنا مرشح لمجتمع المدني أنت مرشح كمشة الجنرالات أنت مرشح الدولة الحنوشة ولست مرشح المجتمع المدني لأن أصلا لا يوجد وإن كان هناك منظمة خيرية يقوم بها الناس قدر ما استطاعوا في الغالب يضيقوا عليهم منظمة الخيرية الفاعلة الحقيقية يضيقوا عليها في الغالب يعني أتمنى التوفيق في أصعب مهمة لتشكيل الحكومة أعد بمفاجأة سارة في الحكومة المقبلة لتعيين وزراء في العشرينيات من أعمارهم لأول مرة نعم ستعين بعض في الحقيقة هذه خطة مدروسة لذلك دولة الحنوشة ستعين ربعة خمسة وممكن زرج النساء ثلاثة رجال في العشرينيات بداية الثلاثينات تعرف من ستعين ستعين الدوباب الإلكتروني اللي كان في الخلف اللي ما كانش بانك دوباب الإلكتروني وربما حتى تعين واحد من الدوباب الإلكتروني اللي كان معلن ربما مكس رح برك تعين اللي جاهروا بعدائهم لإخواننا القبائل هذا هو مكس رح تعينهم لأن هذا هو حرق وقتهم رح نيبدو يدخلوا في السر رح نتعطى لهم مناصب في السر ممكن يعطى لهم حتى مناصب تعصفارة مناصب تعقناصلة ومناصب انتع ممكن أو تعطى لهم مناصب معينة أو أموال أما اللي رح تعينهم من هؤلاء هم ذباب أو قريبين من الذباب وأذا لم يكنوا ذباب أو قريبين من الذباب فهم بكل تأكيد من أقرباء الجنرالات أقرباء الوزراء مثل النهار اللي عين بوتفليقة حبي قنب لعين شابة عين هذه شي سموها فرعون وهي قريبة كانت قريبة من عمها ووالدها أو كان ضابط كبير فإذا كانت هناك من هؤلاء ستأتوا من زيتكم في دقيقكم يعني معروف حتى لو افترضنا جبته واحد من أبناء الشعب ليس هناك واحد من أبناء الشعب من الأحرار الحقيقيين يقبل أن يكون عضو في هذه الحكومة ليس هناك شريف جزائري حر جزائري يقبل أن يكون في حكومة دولة الحنوشة التي تريد أن تطيل هلاك الجزائر وخراب الجزائر تريد أن تطيل الرداء والفشل تريد أن تطيل الفساد العارم تريد أن تطيل الطرقات المهترئة أو المدارس المضمرة ليس هناك أي واحد شريف عنده ذرة كرامة يقبل أن يكون في حكومة الحنوشة عند خادم الجنيراليات سأزور ولايات الوطن قبل أي دولة في الخارج لأنني ملتزم مع أخواني في جميع مناطق البلاد بزيارة ولاياتهم ستزور ولايات كما كان يزورها بودفليقة مثلاً بحيث أن الحنوشة والشرطة يحرصوا والضرر يكونوا بالمئات وأحياناً أكثر من المئات ربما بالألاف ويجبوا ناس حتى اللي هما انتواعكم انت على هذه المجتمع المدني انت على كاشيريس وتحطوهم بينما أبلاء المدينة يتم إبعادهم وتجيبوا واحد والله زوج يقول لك واحد يجيب لك المردود واحد يقول لك نجيب لك الطعام واحد يجيب لك برنوس واحد يجيب لك عود وهو كله محسوب هذا كله كرنافال تحب تعاود الكرنافال تعبوتفليقة كرنافال تعبوتفليقة لا تستطيع تعاوده لأسباب متعددة أهم شيء هو أن الناس شافت بوتفليقة كيفاش خدعهم وخدعهم هذا واحد الأمر الثاني انت ما عندك ش تبلعية من تعبوتفليقة بوتفليقة كان بلعات كبير بقول الدرجة سامحوني العبارة هذه الأمر الثالث الناس الآن ما هيش خارجة كما سحقتهم في التسعينات واللاتس بالنسبة ليهم السلامة والأمن هي كل شيء الناس الآن راهي في الانترنت وتعرف كل شيء أهم شيء من كل هذا الناس الآن راهي في ثورة والشعب راه خارج وانت ستزور الولايات مثل ما زارها وزراء بدوي طبعا بدوي ما كانش يقدر يتحرك كان مرعوب بنصالح ما كانش يقدر يتحرك كان مرعوب بسحة كان يبعثوا شوية وزراء وكانوا الأحرار يقفون لهم وكثير من الأحرار رام في السجون لأنهم وقفوا لوزراء العار ستزوروا منتا ستزور الولايات مثل هذا وسيسجن الناس انت الناس سجنوا لما كنت في ما يسمى بحملة الانتخابات اللي ولت حملة الاعتقالات راموا في السجون الآن إذن ستزورها تحت حماية الحنوشة ودولة الحنوشة الشعب يريد تفكيك دولة الحنوشة لقيام دولة الشعب أنت تريد ترسيخ دولة الحنوشة لأنها هي لإجابتك هذا هو الفرق ولذلك هذه الثورة ستستمر وستتواصل حتى يتنحوا جاء وما رناش حبسين وما فيش انتخابات مع العصابات كنقولوا ما فيش انتخابات مع العصابات أنتم مركم مررتوها لكنها ما فيش ما فيش اعتراف لن يعترف بها الشعب هذه المسخرة لن يعترف بها الشعب لن يعترف بها الشعب سأقلص في الدستور الجديد من صلاحية الرئيس وأخلق التوازن بين مؤسسات الدولة أنت إنسان غير شرعي فمس في الدستور فغير شرعي رح يمس في الدستور أنت إنسان جيت بعد 9 شهور ونصف احتجاجات ومظاهرات وما زال الشعب رافضك وسيبقى رافضك فأي تعديلات تقوم بها غير مقبولة حتى ولو كانت جيدة فهي غير مقبولة لماذا؟ لأنه لا يبني على باطل فهو باطل كونك أنت الآن تأتي وتبدأ تدير في التعديلات ما هو بطفلقة ثانية كان يدير تعديلات وكان يدير وكان يدير بعد أن شاهدنا نهار لي حسب اللي يتمكن فتح العهدات بلا حدود وأصبح سلطان في البلاد ومن خلف الجنرالات إذن مساسك بالدستور تغيرات داخل الدستور لن يعترف بها أحد لن يعترف بها أحد اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق من الشعب الجزائري كله وممثليه الحقيقيين من أن يستخدموك كنشافة ونشوفو بها بعض القذورات اللي يجعلها بطفلقة ليس أكثر لكن مع ذلك أنا أقول لكل ما تقوم به لن يقبله الشعب الجزائري الشعب الجزائري يطالب برحيل العصابات كل العصابات وهو جزء مسجون وعلى الأرجح ستطلق البعض منهم بمجرد أن تهدأ الأمور بأمر من دولة الحلوشة وجزء يقرر مصير هذا الشعب الشعب ما خرج يوم 22 فبراير باش تكون أنت الحاكم الرسمي وقايت صالح هو جنرالته من الخلف الحكام الحقيقيين والسلطة الفعلية الشعب خرج باش يسترجع حريته، دولته، حكومته، بلده، وطنه ومهوش باش جينتا رئيس موش باش جينتا رئيس أنت لست رئيس شرعي جابتك جماعة غير شرعية اخترقت الدستور وخانت الشعب وخدعت وحاولت وخادع الشعب لكن الشعب ركتشوف رش يقول فأي عمل تقوم به لن يقبل لن يقبل آه انتم رح ينديلوا حاجة رح يتحاولوا تقسموا الحرك بين من يقبل معكم الحوار ومن لا يقبل نقول لكم حاجة حاولت تديروها مع كريم يونس لكن الشعب كان خرج وقال لا حوار مع العصابات وانا نزيد نعودها لك لا حوار مع العصابات في حالة واحدة يكون الحوار أن اللي يفيدهم السلطة الحقيقية الولي السفيه اللي هم كمشة جنرالات وعلى رسمي قيد صالح يقررون تسليم الحكم للشعب فيتفاوضون مع من يمثل الشعب لإدارة مرحلة انتقالية إذن التفاوض أو الحوار يكون معاً لفيدوا السلطة الحقيقية الفعلية هما اللي جابوك وما اللي قدروا ينحوك هما اللي جابوا بوتفليقة وهم اللي نحاوه هما اللي جابوا بوظيف وهم اللي قتلوه هما اللي جابوا الشادلي وهم اللي نحاوه هما اللي جابوا بنبلأ وهم اللي نحاوه الوحيد اللي ما تنحاش وإنما نحاه الموت هو بومدين أما الباقي زروال هما اللي جابوه وهم اللي نحاوه هذه السلطة الفعلية هؤلاء كما سمهم واحد أصحاب الحق الإلهي يعطون نفسهم حق إلهي في تنصيب الحاكم هؤلاء ولاية السفيه يجب أن تختفي حتى تنهض هذه الأمة وانهض الشعب وانهض الوطن ويتوقف هذا الخراب الهائل لمس هذه البلاد النسبة المئوية للمشاركة بالانتخابات لا تؤثر على شرعيتها وأنا مستعد للحوار مع ممثل الحراك مباشرة ولا استمرارية للتصرفات السابقة من هم اللي ستتحاور معهم؟ الذين هم في السجون؟ أم الذين هم في الخارج وترفضون على أن يدخلوا؟ أم آخرين؟ كما قدرته مع كاريم يونس اللي كان يتراش معهم شوف نعطيك مثال مسدور هذا الشخص يسمى مسدور دكتور مسدور وسليمان بخليلي وقائمة من الأشخاص رح نتكلك هذا الشخصين فقط هؤلاء كانوا عند شعب جزائري كثير من الجزائرين يعتبروهم جيدين يعتبروهم ربما من الأشخاص شعب جزائري رئيس شعب نهار لي قال فلان وفلان بللي رح يجبد الفورميلات رح يجبد الاستمارات الناس كلها انقلبت عليهم قاد قلة قليلة معهم وبعد نهار لي جنرالات قالوا لهم أنتم عن طريق مجلس السوري بل ما تفوتوش حتى هذه القلة لعنتهم مسدور الآن وبخليلي ونمدت مثالين همرهم عدة أشخاص ليس لهم أي قيمة عن الشعب جزائري مع ذلك شفنا بخليلي يروح عند أهل بسكرة ويقول لهم رحوا فوض ورحوا انتخبوا لأنه لا يملك إلا أن يقول ذلك الملفات انت رح تجيب ناس عندكم ملفات كما انت هما عندهم ملفات عليك انت رح تجيب ناس عندهم ملفات عليهم وتقول انتحاوروا معهم لن يقبل الشعب الجزائري الخداع حوار الخداع اطلاقا الحوار لازم يكون شفاف مع فعلا من يمثل الشعب الجزائري فعلا وليس مكرا وخداعا وشعب يعرف أبنائهم سواء كانوا في السجون أو كانوا غير ما السجوني بعضهم رح تحت الرقابة كما يسموها أو كانوا في الخارج شعب يعرف منهم أبنائهم ويعرفها جيدا أي متلاعب أي غلام أي واحد مغرور ويعتقد أنه تجيب كاميرات تصوره كما كان يصوره هما بخليلي والآخر كان يصوره رح يحرك ولذلك أنا أنصح أنصح بصدق أي واحد عنده شوية شعبية عند الشعب أو عنده شوية كلمة عند الشعب ما يحركش روحه مع هذه العصابة هذه العصابة ستسقط طال الزمن أو قصر ستسقط ولكنه لن يطول بإذن الله ستسقط هذه العصابة خزينة راه فارغة الاختصاد راه متوقف السياسة راه متوقفة البلاد راه متوقفة والمظاهرات راه قائمة والشعب مش رايح اللي أسقط العهدة الخامسة وبوتفليقة وما أدراك ما كان السعيد وشي سموه مش رايح يقبل بواحد كان خديم عن السعيد وهو اللي أخديم عن القيد صالح واحد كان يقول أقسم بالله أن برنامج الرئيس سيستمر وسيطبق والقسم موجود مش رايح يقبل شعب هذا إطلاقا غدا إن شاء الله إذا كان في العمر بقي يزيد نكمل مجموعة نقاط كان نذكرها ونعلق له عليها ونرد له عليها نقطة بنقطة حي الله الأحرار أينما كانوا هذا الشعب سينتصر هذا الشعب سينتصر كل التلاعب كل المكر كل الخداع كل نشر الآن الإشاعات بعض الناس يكتبوا لي آه خذلتنا خذلتكم في ماذا؟ ثم ذباب طبعا لازم نخذلكم أنا أي واحد يكتب خذلتني معنى هو ذباب أنا خدمتي أن نخذل الذباب ونخذل أرباب الذباب بل نقاومهم ونسقطهم بإذن الله أما كذبكم مثل إكذوبة أني قلت عفسوا على الإعلام وكذا هني رهي لا تنطلي حتى على المعتوهين أطفال صغار كنت قلوا فلان راه قال عفسوا على الإعلام وندروا كذا رح يضحك ليك علام الشهداء هو تاج فوق رؤوسنا تاج فوق رؤوسنا وإذا عندكم أي حاجة قلت هلكم نعودها لكم أتحداكم هني أمام جزائريين وغير جزائريين أتحداكم أن تأتوا بناقيصة واحدة بتهمة واحدة بحاجة واحدة تمثني تمثني في أخلاقي أو في سلوكي أو في واحدة حاجة واحدة ربع دليل مثالي لا يستطيعون إلا أن يكونوا أسوياء أقوياء مواجهين لأنهم يواجهون طغمة مضللة كاذبة وقبل ذلك وبعد ذلك يدافعون عن الشعب وقبل ذلك وبعد ذلك يخشون الله رأس الحكمة مخافة الله الله مجعلنا ممن يخافك دائما فلا يخاف غيرك ممن يخشاك فلا يخشى بشرا غيرك واتميم لنا بالباقيات الصالحات وأن تجعل خير وعمالنا خواتمها حياكم الله إخواني